اليوم الصحف الاستقصائي وليد المجري كان موجود في إذاعة موزايك قال بأن الفارون هي مجموعة وازنة جدا في الإرهاب إذا نعرفوه قال زوزنيقات قال بأنه تمت سرقة محجوز تضمن اعترافات مثلا الإرهابي رائد التويت وقال بأن الأقراص اللازعغ لسيدي اللي كانوا فيهم إعادة تجسيد عملية التخلص من الأسلحة المستعملة في اغتيال الشهدين ولي كان فيها اعترافات الإرهابي كذلك عمر البلعزي سرقت من المحجوز على ذمة القضية إضافة إلى سرقة المحجوز المتعلق باعترافات الإرهابي رائد التويت كما قلنا وقال بأن الأرهابيين الفارين هما نوات كتيبة عقبة ابن نافع هما النوات الأولى للكتيبة ممن بقوا على قيد الحياة وهما اللي غيروا مجرى الأحداث في تونس بين 2012 و2014 والسؤال اللي أنا بش نربط به هذا الكل لأنه حسب الصحو في الاستقصائي أحمد المجري يقول أنا أكيد أجزم بأنه الإرهابيين هما توى موجودين في درنا في ليبيا وين فما معسكر الجهاديين يترأسوا إرهابيون تونسيون أو على الأقل بش يمشي والغادي شون تتوقعوا اليوم أما بعد يعني وأنت الديرس للفكر الإرهابي وللعقل المتطرف تتصور أنت قلت لي هذو ما ناس كانوا محكومين بالأعدام اليوم بعد ما يفروا بالسجن شون تتوقعوا شون تنجم تكون الخطوة اللي بعد طيب العلوم المستقبلية تقوم على ثلاث نوعيات من المعارف علم الاستشراف وهو قدرة على استشعار المستقبل وعلم المستقبليات وهو طريقة من طرق بناء السيناريو وكذلك ما يسمى بالتخطيط المستقبلي وهو أنك تقوم بدراسات معينة وتهدف إلى تغيير مجرى المستقبل فنحن لما نأخذ استشرافا هذا نتركه لأن الاستشراف حيان يكون قاسي جدا ولما نأخذ السيناريو المستقبلية هنا نجد مجال لنقول يمكن يكون هذا ويمكن يكون هذا يمكن أن يكون هذا تحريكا لبعض الخلايا النائمة في تونس وتفعيل حتى أنفسهم يقومون بعملياتهم مدربون جيدا على فكرة الإرهابيين هم عملاء مخابرات بوعيهم وعلمهم عملاء مدربون لا يتعلق الأمر عندهم لا بالعقيدة الوهابية ولا بملاحم القيامة الطبقة الخامسة والسلسة من السذج الذين فجروا أجسادهم هم مخدوعون بهذه الحقيقة بهذه الأوهام يرونها حقيقة أما الطبقات الأولى هي طبقات مدربة جدا ولديها تدريبات على منظومات الذئاب المنفردة والإنغيماس والنكاية وطريقة تركيب الألغام يعني شون استنعوا منهم دكتور مزد الشيخ؟ فهذه المجموعات إحنا كي لا نقع في كما قلت في حكم استشرافي استشرافي يكون واحد فقط نمشي إلى مجموعة معطيات مستقبلية المعطى الأول أنه يمكن أن يستخدموا في عملية إرهابي هذا وير جدا يمكن أن يستخدم الإرهابيون الفارون هذو ما في عملية إرهابية في تونس الخلايا الميتة التي ترتبط بهم لأنه في نهاية المطاف ما هي قوة هؤلاء قوة أيضا في الشحن المعنوي في تحريك شاب يفجر جسمه ويظن أنه يمضي إلى الجنة ويزود بسلاحهم هذه القدرة ليست عند الجميع هؤلاء وصلوا إلى هذا المستوى من التدريب وهذا المستوى من الدموية لأنه جرب القتل ثم جرب السجن ولعلى الذي وعده يوم ما أنه سيخرجه أخرجه من السجن إذن جرب قوة اخترقت الدولة التونسية وسجنا محصنا وأخرجته سالما غانما وهو الآن يطوف ويجول في نقطة ما في مكان ما في مكان ما داخل تونس أو خارج نعم إذا صدق الأمر حسب رأيك نجم يكونوا مزانوا موجودين داخل التراب التونسي ولا صعيب شوي نعم الوقت كان كافي لإخراجهم من تونس الوقت كان كافي كان كافي لإخراجهم من تونس وصحيح ما ذهب إليه حول درنا درنا أنا كنت في بنغازي والتقيت بقائد الصاعق الذي قاتل العقيدة حمد الزوي قاتل داعش وأصيب وما كانت من الفرق القوية جدا وأيضا مع مسؤولين في الجانب الاستخباراتي في مكافحة الإرهاب ولديهم معطيات دقيقة جدا وببسالة قاتلوهم والذي فهمناه وجود خلايا إرهابية كثيرة خاصة في مدينة درنا هؤلاء الذين جاءوا بأكياس وأخذوا سبعين جثمان سبعين صحابي وحتى عملية سد درنا كان تفجيرا فجر السد تم تفجيره وتم قتل الناس بشكل متعمد بشكل متعمد وهذه معطيات دقيقة جدا لأنه سجن ترابي تراكمي سد ترابي تراكمي لا يمكن أن يقع من الماء إنما تم تفجيره هؤلاء بعد ذلك تلك الكارثة نزلوا من الجبل وحملوا قبور صحابة ثم زامع الصحابة في سبعين صحابي حملوا جثامينهم فماذا نتخيل من قوم كهولاء بهذه القصوة وفيهم عدد كبير من التوصيل بش يسمعون اللي لا يخافوا لا والله الخوف لا يجب أن نخاف في النهاية أيضا الحرب كر وفر ليس الوضع الآن أخطر ما كان عليه في 2011 إلى 2015 تقريبا الوضع اليوم فقط في جانب كما قلت توغل استخباراتي لعله وأعتقد أنه الأمن والجيش التونسيين قادرون على رفع التحدي وأن الرئاسة التونسية تمتلك إرادة والدولة التونسية تمتلك بمقوماتها أن ترد على هذا بأقوى منه أن الأهم من الإرهابيين بالنسبة إليه هم الخون صراح الأهم من الإرهابيين اللي فاررين هم الخونة من خانة ومن باع ماذا تقصد بالخونة يعني لابد من وجود تواطئ حتى يتمكنوا من الفرار لم يتم اقتحام السجن بمجموعة مسلحة ومن أعطاهم إذا كان ثبت أنهم أعطوا ملفات مثلا من فعل هذا من هربهم من أستحيل يكونوا هربهم ومن أخفى الأدل الأدل يعني نعطوا 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 في سيناريو أخر أنهم كانوا نائمين في الليل وظهر شيخ البس أبيض وبيض وقال لهم تعالوا يا أبنائي أخرج من هذا الشباك هذا الشباك لا يكفي لإخراج أحدهم منهم وهذا حديد يحتاج إلى آلة نارية حتى يعني تذوب يذوب المعدن وكذا وخرجوا وقاموا بحبل وقفزوا من الحبل ثم مكان مفتوح تمشوا على مهلهم وركبوا درجات هوائية مستحيل غير ممكن هذه العملية فيها بصمة صهيونية أنا واثق سيثبت التحقيق ذلك وفيها عملية خيانة سيثبت ذلك ليست عملية رشوة أو عملية عادية لأنه في النهاية الذي سيأخذ رشوة يهرب مثلا تاجر مخدرات كبير ويعمل ضربة يأخذها قاعد تقول لنا دكتور ميزين الشريف قاعد تقول لنا بأنه هذا يصير على الأقل على مستوى دول ما ينجمش يكون على مستوى داخل اليوم طبعا لا على مستوى دول ما فاميش جيهات داخلية في تونس اليوم مهما كان لا ينجمش يكونوا قادرين على تهريب خمسة إرهابيين من سجن كما سجن المرنغي هم بيادق الإرهابيين أنفسهم يعني المجموعات الإرهابية لا يمكن أن تخيل لا كتيبة عقبة التواطئ هو تواطئ من الخارج لا يمكن لا لي كتيبة عقبة ابن نافع ولا لأنصار الشريعة ما بقي من ذيولهم لا يمكن لهم أن يقوم بهذه العملية ولا لداعش أصلا التي دكدكت ودمرت هذا الذي صنع الإرهاب تدخله وأقول الخيانة لا الخيانة لابد من تحقيق الخيانة لابد من تحقيق حول إن صحى وجود مساهم من الداخل كما قلت إما أنه تم الهجوم على السجن بأسلحة خفية بسفن فضائية ربما الآن البنتاجون اعترف بوجودها بسفن فضائية وتم أخذهم واختطافهم رابتشار التي تكلم عن المنظرون في أفلام الخيال العلمي ومنظرية الهرماجدون إما أنه ثم خونا من الداخل ساعدوهم وثم اختراق معين وثم التواطؤات وهذا ضرب للدولة ضرب لما صار كامل من ضرب المفسدين في تونس والفساد في تونس نعلم أنه اليوم في تونس تم حرب على الفساد وعلى هذه الشبكات العميقة وهذه الشبكات العميقة الآن أخرجت بعض رؤوسها الأخطر من الإرهابين أنفسهم رغم خطورتهم ومن قام بهذا الأمر من أنجزه من خطط له من أتمه من تعاضد مع الصهيونية العالمية مع الاستخبارات وضرب هذه الضربة وهي رسالة كما قلت دقيقة جدا وموجهة هو سؤال بريء وربط بريء دكتور ميزن الشريف على خطر نحن نتحدث عن العملية هذه عملية الفرار قبل 48 ساعة من النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع نعم أيضا مصادفة أخرى مصادفة أخرى مصادفة أخرى لأنه في نهاية المطاف الذين صدعوا رؤوس الناس بالخلافة الخامسة وبالقودس وغيرها هم لم يوافقوا على تجريم التطبيع واليوم التطبيع لا أقول فقط هو جريمة كان يمكن في فترة سلام معينة أن يقال علاقات اقتصادية وأن يزين العدو الصهيون لأنه تمكن من نجاحات اقتصادية ساعد دول إفريقية أن تصلها إلى مستوى 12% وغيرها في النمو الاقتصادي من باب التزيين والتزيف لكن بعد المجازر التي نراها حتى الذي ورط في التطبيع عليه أن يتبرأ منه الآن ستة أطنان على مخيم جبالي الآن مستشفى المعمداني يقتلون الأطفال ويقتلون النساء ويقتلون ويقتلون والأمريكان نفس الناتق باسم البيت الأبذ الذي كان يبكي على المستشفيات في أوكرانيا نفسه يخرج ويقول هذه الحرب لابد أن يكون فيها نوع من الضرر العرضي الضرر جانبي لهم بعض المدنيين يقتلون عادي جدا نقتل عشر الاف منهم هم لا يسوون شيئا ويخرج بعض الحاخمات يقول هؤلاء الأطفال يجبون يقتلونهم غدا سوف يحملون الحجرة يحملون السلاح ويحاربوننا فلذلك التطبيع مع العدو الصهيوني خاصة بعد ما يجري اليوم لأننا شعوب فاقد للذاكرة ونسينا مجازر صبرة وشتيلة نسينا مجازر دير ياسين وقال نسينا النكبة وما كان فيها وهذا القتل المرير الذي تم وهذا التهجير الذي تم لعل أحداث غزة ذكرتنا أن الجرحة ما يزال نازفا وأن هؤلاء كما قلت بطل عظيم باسل ومقنع قتله في يوم الوقيعة رضع وصغار يرميهم بقصوة بطشه وكبار في ليل البلية ركع هذا العدو يجب أن يجرم التطبيع معه وتونس التي تمتلك مخزون من المقاومة الشعبية ضد المستعمر تملك مخزون من الرجالات والصالحين والأشراف وأهل الله ومن البطولة كما قلت أثعال بك نموذج وغيره كثير لا بد أن تجرم التطبيع وهذا له عواقبه التصريحات الرئاسية لها عواقبها وهذا الذي تم أعتقد شيء من ذلك وهم يعدون لما بعده لأنه تم تهتدات واضحة بدأنا نرى عواقب تصريحات قيس سعيد فيما يخص الكين المحتل طبيعي هو سيحاربك لا أقول من عندي هؤلاء صحفيون إعلاميون إسرائيليون أو صهاينا وأحد قادة الجيش تكلموا في إعلامهم وقالوا نحن سوف نرد على الرئيس التونسي وسنواصل مع فرنسا ومع غيرها وسوف نفعل وسوف نفعل وسوف نفعل ولذلك هؤلاء لا يتحملون أن يخرج زعيم عربي جديد يجمع حوله الناس لا يتحملون أن يروا شيئا من ماضي عبد الناصر أو شيئا مما كان من قبل لا يتحملون أن يقول عربي كلمة حق خاصة في مستوى الرئاسات لأنهم ضمنوا معظم الحكام العرب إما بسيدي يسجلون له شيئا ما إما بطريقة أو بأخرى لما يخرجوا هؤلاء الأحرار وأنا كنت في جنوب لبنان وأعرف جيدا أحرار هذه الأمة وأعرف جيدا من فلسطين رجالها فلذلك لا نرى أننا أقل منهم لا شجاعة ولا قدرة ولكن للحرب تفاصيلها كل له موقعه واحد بالكلمة والآخر يناظل بالبندقية لا تقل الكلمة عن البندقية قصايد محمود درويش وأغاني فيروز لم تقل عن بندقيات القسام والمناظرين الذين معه وأول الشهداء في 48 كانوا توانسة وأكثر من 2000 مضوع على أقدامي من تونس من مناظرين توانسة بعضهم قتل في 48 بعضهم قتل في الحدود صلح لحيشي مثلا من زرمدين قتل لأنه كان يمضي إلى فلسطين أيضا لازهر الشرايتي فلذلك أعتقد أن هذه المواقف يجب أن نتوقع لذلك عندي قاعدة في كتاب اسمه كتاب اسم مدخل إلى العلوم الاستراتيجية تقول في العلوم الاستراتيجية عليك أن تتوقع الأسوأ وأنت تعمل للأحسن لا أن تتوقع الأحسن وأنت تعمل للأسوأ يجب أن نتوقع نتوقع وهذا التوقع يجب أن يكون دقيقا نعمهم لديهم ترسانة كبيرة من السلاح وغير لن تكون معركة عسكرية ستكون إما بالفرول الإرهابية والمجمع الإرهابية إما معارك اقتصادي إما معارك الاختراقات وهي أصعب معركة هي معركة الاختراق لأن معارك الاختراق تؤدي إلى كثير من الويلات وتعيدنا إلى قتل الشكر بالعيد أيضا هل كان عملي إرهابية أم كان فيها جانب اختراق مخابراتي ولماذا وغيرها من أسرار كثيرة لا نريد ربما الخوضة فيها الآن لكن لو نراجع الجرائم الإرهابية التي تمت سنجد بصمات مخابراتية واختراقية وأكيد سنجد وجود خوانة في هذا الباب وهذا سيكشف عنه إما زمننا القادم أو عند الله سبحانه وتعالى وعند الله تجتمع الخصوم